مفوضية الانتخابات ترد طلبات حل حزب تقدم والأمنية العليا تمنع سير عجلات الحمل والدراجات وتؤكد لا حظر للتجوال يوم الاقتراح جلسة انتخاب رئيس البرلمان تؤجل لإشعار آخر وتحفظات قانونية ترحل العفو العامي للفصل التشريعي الجديد السوداني يؤكد لبنينكين القدرة على ملاحقة مهاجمية البعثات والعمر يحث الحكومة على إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي تتابعون أيضا في نشرتنا لهذه الساعة أكثر من 150 دولة تصوت بالأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة وبايدن يحذر من فقدان إسرائيل للدعم الدولي من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطلبات المقدمة بشأن حل حزب تقدم الذي يتزعمهم محمد الحلبوسي المفوضية ذكرت أن رد طلبات يأتي لعدم كفاية الوثائق والمستندات المقدمة بهذا الخصوص مضيفة أنها رفضت أيضا طلب شكوى التهجم المقدمة بحق الحزب مشيرة إلى ذلك اختصاص المحاكم الجزائية نقضت الهيئة التمييزية القضائية قرار مجلس المفوضين بتسمية عيسى ساير كعض بديل في مجلس النواب وبحسب وثائق صادر عن القضاء فأن الهيئة رأت أن القرار المطعون فيه لم يراعي ولم يلتفت إلى الاعتراضات التي قدمها الطاعن مما أخلى بصحته مؤكدة أنه في حال إنهاء ضوية أحد النواب والحاجة إلى استبداله بمرشح آخر يكون من اختصاص مفوضية الانتخابات حصرا أرسال اسم المرشح البديل عن النائب الذي فقد مقعده هكذا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوائح رسول لإكمال كل الاستعدادات بتأمين العملية الانتخابية مبيناً أن القطعات جاهزة لحماية المراكز الانتخابية رسول وفي تصريح صحفي أشار إلى أن القوات الأمنية تعملوا خارج مراكز الاقتراح بدون التدخل بخيارات المواطنين كل وزارات الأمنية وكل أجهزة الإسخباراتية أكملوا كل السعدادات بتأمين العملية الانتخابية والقطعات جاهزة والخطط كاملة واجبنا كقوات أمنية هو حماية المركز الانتخابية وكذلك توفير الأجواء الآمنة للمواطن لإدلاء بصوته واجبنا يكون خارج المركز الانتخابي ما ندخل كقوات أمنية بعمل مركز الانتخابي والمفاوضية الخاصة بالانتخابات توفير الأجواء الآمنة حرية الحركة تنقل المواطنين بكل شفافية إدلاءهم بأصواتهم الانتخابات بكل شفافية وحرية توجيه سيد القائد عم قوات مسلحة بالنسبة للأجهزة الأمنية وجه بأن يكون المقاتل والمنتسب أن يدلي بصوته بكل حرية وبكل شفافية كونه مواطن ضمن الدستور العراقي من جهته شدد رئيس خلية الإعلام الأمنية لواء تحسين الخفاج على منع إدخال الأسلحة إلى المراكز الانتخابية مبينا أن قدرات القوات الأمنية عالية بأعلى جهوزية نأكد على توصيات اللجنة الأمنية العليا التي هي منع المظاهر المسلحة داخل المركز الانتخابي أكيد سيكون بالتصويت الخاص الذي سيقسم حسب القطعة الأمنية لتأدي التصويت إلى ثلاثة أجزاء الثلث يؤدي الانتخابات والثلث أيضا يتهيئ لتأدي الانتخابات والثلث الآخر سوف يكون في الواجب أطواقنا الأمنية وأمكانياتنا وقدراتنا عالية جدا نحن الآن مستعدين أجرينا أكثر من ممارسة أجرينا أكثر من حركة لقطعاتنا وتوزيع قطعاتنا والحقيقة إلى حد هذه اللحظة نحن مستمرين بمتابعة ومسك كل الأماكن في الأثناء كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن حظر حركة عجلات الحمل داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية والعربات قرب المراكز الانتخابية مؤكدا منع التجمعات البشرية والتظاهرات من دون استحصال الموافقات الأمنية من يوم غد وحتى انتهاء الاقتراع أجهزة الأمنية ستأمن الحماية إلى ما يقارب 8960 مركز اقتراع في عموم البلاد هذا اللي رقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص والعام حظر حركة عجلات الحمل اللي أكثر من خمسة داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية والعربات بمختلف أنواعها وخاصة بالقرب من المراكز الانتخابية والأهداف الحيوية هذا الشوكت راح يكون راح يكون في الساعة مية يعني الساعة وحدة من يوم 18-12 أيضا منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو الأغراض المدنية الأخرى بموافقة قيادة العمليات المشتركة وسيتم التعامل معها عكز ذلك منع كافة التجمعات البشرية والتظاهرات بكامل أشكالها بدون استحصال الموافقات الأصولية اعتبارا من الساعة 600 يوم 14 وحتى نهاية الانتخابات أيضا دعوة المواطنين لعدم اصطحاب أجهزة الهواتف النقالة حتى يكون واضح للجميع ما راح يسمح بدخول أي هاتف نقال لأي مواطن إلى داخل مراكز الاقتراع أيضا موضوع واضح للجميع تمنع بشكل كامل حمل جميع أنواع الأسلحة حتى المجازة منها في يوم الاقتراع حتى المجازة راح يتم منع حملها أيضا نأكد انسيابية عالية لا يوجد أي قطوعات لا يوجد أي حضر للتجوال لا يوجد أي غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيعة السوداني قد وجه بدخول قطاعات الجيش حالة الانذار جيم استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة وبحسب وثيقة حصلت عليها الرابعة فان السوداني أمر بإيقاف الإجازات والتحاق كافة المجازين إلى وحداتهم ابتداء من يوم غد الخميس مضيفة أن الانذار يستمر لمدة أسبوع أجرت مفوضية الانتخابات آخر محاكاة تجربية لمحطة اقتراع بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينيني بلاس خارتو الوفد المرافق لها وذكرت المفوضية في بياننا بلاس خارت تابعت الناخبين المفترضين في محطة الاقتراع خطوة بخطوة للتأكد من إدخال المعلومات بصورة صحيحة في الأجهزة الانتخابية مشيرة إلى أن العملية تمت بنجاح تام أكد أضواء الهيئة القيادية في تحالف نبني أحمد الأسدي أن المحاكاة الأخيرة التي أجرتها المفوضية العليا للانتخابات قد حققت نسبة نجاح مئة بالمئة وأشار الأسدي إلى أن المفوضية الحالية قادرة على إدارة العملية الانتخابية المقبلة بجدارة طبعا المفوضية حدثت يعني كلام مواضح عنها في انتخابات 2021 لذلك كان الكلام يدور حول تغيير المفوضية هل تغييرها بشكل كلي أو تغييرها بشكل جزئي لما ارتكبت من أخطاء في عملية عدو الفرز وعملية تجراء الانتخابات في عام 2021 استقر القرار السياسي قرار القوى السياسية على أن يكون تغييرا جزئيا فتم التغيير برأس الهرم في المفوضية الانتخابات وحيد القاضي جليل إلى التقاعد وتم الاتفاق على قاضيه والأستاذ العزيز القاضي عمر أصبح رئيسا لمفوضية الانتخابات المفوضية لديها سيستم تعمل عليها هذا السيستم هو الذي يبعث الطمأنة في قلوب القوى السياسية والأطراف المشتركة بالانتخابات أو يبعث على الريبة واحدة من الخطوات المهمة التي عادة ما تقوم بها المفوضية هو قضية المحاكات عادة المحاكات الأولى تكون نسبة خطأ فيها كبيرة المحاكات الثانية تكون أقل المحاكات الثالثة تكون نسبة الخطأ فيها قليلة جدا يفترض في آخر المحاكات تكون نسبة الخطأ فيها من عدم وفعلا أقامت المفوضية كل هذه المحاكات بحضور ممثلين القوى السياسية وقبل بضعة أيام كانت المحاكات الأخيرة واطلعت أنا شخصيا على التقرير وكان تقريرا رائعا حققت الانفوضية في هذه المحاكات نسبة نجاح 100% أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وجود محاولات لإضعاف نسب المشاركة في الانتخابات وبث الرسائل المغلوط عن عدم ثقة المواطنين بالحكومة الحالية الخزعلي وفي مؤتمر بسهل نينو وشدد على ضرورة المشاركة الكثيفة في انتخابات مجالس المحافظات أنا أقولها بشكل صريح أن هناك الكثير من يعمل ويريد أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أن تكون نسبة ضعيفة وهذا يريد ذاك الطرف أن يفزل رسائل مغلوطة وهو أن أبناء شعبنا لا يتقون بالعملية السياسية ولا يتقون بالحكومة والواقع أن هذه الحكومة تستحب منا أن نعطيها الفرصة من أجل أن تقدم ما تستطيع التقديم لأبناء شعبها لذلك وأنا اليوم في سهل نينوى وبين أهلها بين أحبتنا أؤكد عليه بضرورة المشاركة الكثيفة بكل ما يستطيعون وأن تكون منطقة سهل نينوى متميزة في نسبة المشاركة وكلامي إلى كل متردد الوقت ليس وقت التردد الوقت وقت اتخاذ القرار أملنا لهذه الناس الطيبة اللايقة هناك متردد واحد كل من يمتلك بطاقة الانتخاب عليه واجب وطني في المشاركة في يوم الانتخابات أكد الناطق الرسمي باسم المجمع الفقهي العراقي حسين السامراء أن العزوف عن الانتخابات المحلية لا يصب في مصلحة الشعب العراقي وخدمته السامراء وخلال نشرة سابقة قال أن المسؤولين أو أن الشعب أمام اختيار من هو الذي يخدم الشعب العراقي اتعاد حقيقة الناخبين عن مسؤوليتهم الشرعية وهذا كله حقيقة لا يصب في خدمة الشعب فالحقيقة السياسيين وخاصة الذين يتبنون من نفوع المشاريع والخدمات والمشاريع التنفيذية يجب أن يأخذوا عبرة لأن هذه أمانة الله سبحانه وتعالى يقول يجب أن نؤد الأمانات إلى أهلهم أداء الأمانة ينبغي على الناخب والمنتخب الاهتمام بهذه المسؤولية الشرعية الكبيرة المنقاط على عاتقها وأنا أخص اليوم بالذكر الناخب الناخب اليوم أمام مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى تحولت الإعلانات الانتخابية للمرشحين إلى محل جدل في كربلاء المقدسة حول مصدر الأموال التي تصرف على الدعايات وعود المرشحين واستغلال أموال الدولة نتابعه بالدقة مع مراسلة الرابعة في المحافظة مآثر طالب من الوهم والوعود إلى عمليات استثمار المشاريع الحكومية وفتح الباب أمام الأحياء السكنية الجديدة للدخول في المنافسة وإجراء بعض التحديثات على الخارطة السياسية بكربلاء من جديد هذا هو المشهد العام في المدينة حتى اللحظة اليوم نشوف المرشحين صاروا يطوروا حقيقة بوسائل الدعاة الإعلامية والدعاة الانتخابية للترويج عن نفسهم بالتالي اليوم نشوف أن المرشحين أو بعض المرشحين صاروا يوعدون المواطن بتوزيع قطع أراضي سكنية وفتح حياء سكنية جديدة هي الأحياء الموجودة الآن هي تفتقر للخدمات بمحافظة كربلاء النوب تتوعد وتفتح حياء سكنية وانت بعدك ما فايز بالانتخابات أكيدها أساليب انتخابية باتت لا تنطلع على المواطن الكربلائي وأيضا على المواطن العراق بصورة عامة شبكات لرصد الحملات الانتخابية وأخرى رقابية في كربلاء المقدسة رصدت استثمار الأموال العامة في إغراق الشوارع باللافتات لسالح جهات محددة وبدل أن تصبح هذه اللافتات واجهات تعريفية عن المرشحين أضحت مثال جدلنا إزاء حقيقة مصدر الأموال التي صرفت عليها فضا عن كونها مخالفة قانونية هذه الأموال التي صرفت على الدعاءة الانتخابية بهذا الشكل بهذه الكافية بهذا الكم الهائل من الأحجام والمساحات والمناطق العمارات التي تم تعليق الدعاءة الانتخابية تدعى أن هناك مال كدير وهذا المال حقيقة لا توجد له مسوّغات ولا توجد له مسببات من أين لك هذا لازم أن المواطن يعرف بهذه القضية نسجل الناخبين لم يحدث باستيعاب الوافدين الجدود لأنه أغلب الوافدين جدود لهم يكون بضاقة السكن لذلك هم موجودين في مناطقهم الأصلية والأحياء الجديدة أغلبيتها هم غير ناخبين هم مجرد أسماء تضاف إلى الكربرات تعرف أنه منطقة الكربرات جاذبة للسكان نحن في التعداد السابق كنا مليون ومئة الآن لأكثر من ثلاثة مليون أعتقد أنه المسجلين فقط لدينا هم 640 إما استخدال الماكن العامة والذات المشاريع وأعتبر هو توظيف غير صحيح توظيف لجب أن تعاقب على المفوضية أن هذه المشاريع هي مشاريع الدولة ولا يستمشاريها جهة ولا يستمشاريها شيخوض يستمشاريها تنفيذها كيانا سياسية أو فيها قبل أيام من خوض كربل تجربة انتخابية مقبلة لعام 2023 تبدو هذه المدينة بجغرافية انتخابية مختلفة وسبب في ذلك إضافة عدد من القواعد المحايدة التي يطلق عليها المراقبون في الوقت الراهن من كربلاء المقدسة ماتر طالب قنوة الرابعة يرتفع مؤشر الخروق الأمنية بصورة لافتة بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية التهديدات التي يتعرض لها المرشحون وعمليات الاغتيال الغامضة نتابعها مع مراسل الرابعة في المحافظة إيهاب أنمالكي يحتدم التنافس الانتخابي بأيامه الأخيرة لترتفع معه الخروقات الأمنية وعمليات القتل والاغتيالات في البصرة قبل أيام من انطلاق الانتخابات المحلية طبعا هذه الانتخابات استثنائية هذه الانتخابات في وضع أمني غير جيد في وضع سياسي غير مستقر وبالتالي انعكس على الانتخابات يعني احنا بالبصرة ثلاث اختيالات حصلت بالبصرة وهذا غير مطمئن مرشحين تعرضوا للتهديدات كذلك مرشحين تعرضوا إلى تمزيق اللافتات صرف أموال بالملايين دولارات بالتالي على القوات الأمنية تتخذ مسؤوليتها بحماية المرشحين بحماية الكيانات السياسية وهي عملية ديمقراطية مو تهديدات أمنية الخروقات سجل ضد مجهولين والأسباب أيضا غامضة استهداف وتهديد يطال المرشحين ودعايتهم الانتخابية وعمليات قتل واغتيال وضح النهار وسط شوارع المدينة التي كانت تتسم بالأمان والاستقرار قد تكون هناك من إرهاب يستهدف جانب الأمني لربما بهذا الغطاء بالمنافسة وينفذ عملياته وينفذ مآربه قد تكون هناك خلافات ثارات قضايا عشائرية أيضا تصل إلى هذا الحد فعلى الأجهزة الأمنية خصوصا بعد ما أعلنت قيادة العمليات قبل فترة أنه ستشدد من هذه الإجراءات لمسك الأرض وحماية العملية الانتخابية أخي العزيز لا وجود لأي جهات تحاول التعكير صف والأمين داخل محافظة البصرة أطلاقا بل الحوادث الجنائية هنثنين قتلين حوادث جنائية عادية تحدث في أي دولة من دول العالم وتم اكتشافين طبعا والأمور كل أهلنا وناسنا داخل المحافظة متعاونين ويانا الآن والكل مع إجراء الانتخابات وراح تلاحظ بعينك من خلال خططنا اللي إحنا حسبنا يكون صغيرة وكبيرة داخل المحافظة ثلاثة حوادث قتل سجل ضد مجهولين في غضون ثمان واربعين ساعة فقط الأمر الذي دفع للمطالبة بتجديد الإجراءات وضبط إيقاع الاستقرار الأمنية قبيل إجراء العملية الانتخابية الديمقراطية إيها بالمالك الرابعة مدينة البصرة قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة المقررة اليوم والمخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إنه نظرا لعدم تهيئ الظروف لعقد الجلسة بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار الكثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة اليوم تقرر تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر إذن مشاهدين الكرام للمزيد ينضم معنا مراسل الرابعة فقار فاضل فقار ما هي أبرز أسباب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر أن تنعقيد اليوم نعم فاطمة كان من المفترض من مجلس النواب أن يعقد جلسته اليوم لكن بعد إصدار بيان من الدائر الإعلامية للمجلس بتأجيل هذه الجلسة إلى إشعار آخر هنا داخل مجلس النواب هناك عدد كبير من الآراء وهذه الآراء تنقسم على ثلاثة أقسام القسم الأول وهو يتحدث عن وجود انشغال لدى النواب بخصوص الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تجرى خلال الأيام المقبلة وأيضا هناك رأي يتحدث عن غياب أو عدم توافق بين القوى السياسية لا سيمة السنية على تسمية مرشح لرئيس مجلس النواب هناك عدد من الشخصيات تم ترشيحها أو تم عرضها على الأطراف السياسية الأخرى لا سيمة الإطار التنسيقي لكن الإطار التنسيقي بدوره هو قام بتسجيل بعض الملاحظات والمؤاخذات على الشخصيات التي تم طرحها وأيضا تداولتها وسائل الإعلام بوقت سابق لكن بطبيعة الحال تحدثت مصادر من داخل الإطار التنسيقي للرابعة عن وجود بعض الملاحظات والمؤاخذات هذه المؤاخذات ليست فقط مؤاخذات سياسية وإنما حتى مؤاخذات أمنية لبعض الشخصيات التي طرحت لتكون في منصب رئيس مجلس النواب العراقي فهذه هي أبرز الأسباب لتأجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب إلى ما بعد الانتخابات المحلية وأيضا هناك ربما فترة محددة للاجتماعات والتداول والحوار ما بين الأطراف السياسية لغرض التوافق على شخصية معينة لتكون هي على كرسي رئاسة مجلس النواب الجديد خلال الأيام المقبلة لكن من المؤكد حتى اللحظة أن موعد هذه الجلسة سيكون ما بعد الانتخابات المحلية وإعلان النتائج وأيضا هي فترة للتوافق السياسي ما بين الأطراف لا سيما الأطراف السنية التي تعيش بالوقت الحالي ربما خلاف وسجال وجدل بخصوص من هو سيكون رئيس مجلس النواب الجديد والذي قد يكون يمثل المكون السني داخل السلطة التشريعية نعم فاطمة فقار شكرا لك على كل هذه التفصيلات والمعلومات الدقيقة كنت معي مباشرة من مجلس النواب فقار فاضل مراسل الرابعة في الشان النيابي أيضا كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن عدم وجود اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة عضو لجنة محمد الخفاجي قال أنه بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية مؤكدان أن مجلس النواب سيؤجل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة وأضاف الخفاجي أن القانون ورد من رياسة مجلس الوزراء مبهما وغير واضح ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين السوداني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين شدد على قدرة القوات الأمنية في القيام بواجباتها بملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية دون تدخل أي جهة خارجية من جهته رحب بلينكين بإجراءات الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية في العراق وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها جدد رئيس تحالف نبني هادي العامري مطالبته للحكومة بإنهاء تواجد التحالف الدولي في البلاد العامري قال أن الجيش العراقي مع الحجد الشعبي والشرطة الاتحادية قادرون على الدفاع عن العراق وهم سوره الحصين مضيفا أن وجود التحالف الدولي لا حاجة له في البلاد ويجب أن يخرج فورا شكل دائرة شؤون الناجين والناجيات لجنة عليا من أجل التنسيق مع عوائل المختطفين المحررين من داعش الإرهابي في نينوى رئيسة اللجنة سراب إلياس أوضحت أن هذه المبادرة تأتي من أجل جمع المعلومات عن المختطفين الآخرين والوصول إليهم برنامج هذه اللجنة هو التنسيق مع عوائل المختطفين نفسهم واليوم وجبة منعتهم حاضرة طبعا يكون عملية التنسيق وتبادل المعلومات إحنا أكيد نحتاج المعلومات المتوفرة لديهم وأكو استمارة ألكترونية رح يتم إطلاقها وخف ساخن مثل ما ذكر السيد المستشار حتى نصل إلى الناس المختطفة نعم أجهزة أمنية في هذه اللجنة أيضا ولديهم قائدة بيانات كاملة في الأشخاص المتواجدين في هذه المخيمات وبالتالي رح يكون عندنا برنامج ورقاءات مستمرة مع زوية المختطفين حتى إن شاء الله نصل إلى المختطفين أو على عمل أنه يصير عملية تحرير عن أعداد الناجيات المشمولين بقانون الناجيات وهي تم شمولهم حقيقة بهذا القانون وانتيازات القانون لغاية اليوم 1541 نادي وناديا اليوم هناك اهتمام ضمن البرنامج الحكومي من السيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع من نفس انجار بشكل عام وملف المختطفين والمختطفات بشكل خاص واعتقد هذه اللجنة المشكل بهذا الأمر الديواني على مستوى عالي اعتقد هذا دليل على اهتمام دولة رئيس الوزراء بموضوع المختطفين والمختطفات المشمولين بالقانون كشف الحزب الديمقراطية الكردستاني عن تحول قانون النفط والغاز الاتحادي الى اقليمي بعد توقف التصدير عبر ميناء جهان التركي وقال عضو الحزب وفا محمد كريم ان بغداد اعتبرت الشروط التي اضعتها انقرة تعجيزية الامر الذي سيدفع القانون نحو الجانب الاقليمي مشيرا الى وجود نقاط خلافية في القانون بين المركز والاقليم تتمثل بكلف استخراج النفط وهي مرتبطة بشركة النفط الوطنية سومو وهي المطالبة باجاد صياغ حل لها وصفت وزارة التخطيط التفاهمات التي حدثت بين حكومتي المركز والاقليم انها ستمثل نقلة حقيقية بحل مشكلة المنافذ الحدودية قال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي ان الاجتماع الذي جمع وفد الاقليم مع حكومة بغداد شهد الاتفاق على عدة امور تخص توحيد العمل بآليات المنافذ الحدودية بكافة اصنافها وانواعها البرية والبحرية والجوية المتمثلة بالمطارات مؤكدان توصل الى اتفاقيات مهمة ترتبط باستيراد البضائع بحال كانت مفحوصة وغير مفحوصة وفيما يتعلق ايضا بالتعرفة الجمريكية وغيرها من التفاصيل المهمة اعلن البنك المركزي العراقي الاتفاق على اطلاق عمليات التحويل المالي مع الامارات وتمويل التجارة والاستيرادات بالعملة الدرهم الاماراتي ومن خلال مصرف ابو ظبي الاول وذكر بيان للبنك المركزي ان عمليات التحويل بالدرهم الاماراتي انطلقت هذا اليوم وستكون المرحلة الاولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية ستزداد تدريجيا مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار تمكين المصارف العراقية من انشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة لتقليل الاعتماد على المنصة الالكترونية سجلت السعر صرف الدولار 157 الف دينار لكل 100 دولار مراسل ورابع ذكروا ان سعر البيع في محال الصي رفب الاسواق المحلية بلغت اكثر من 157 الف دينار لكل 100 دولار مضيفين ان سعر الشراء بلغ 155 الف دينار عراقي اعلنت وزارة التربية عوجود 16 الف بناية مدرسية عاني من الدوام المزدوج الوزارة اشارت الى وجود نحو 27 الف ادارة مدرسية موزعة بين 16 الف بناية عاني من هذه المشكلة مضيفة انه بالرغم من تسارع وتيرة انجاز مشاريع الابنية المدرسية الى ان انجاز البعض منها ودخولها الخدمة لا يزال قيد الانجاز تغتنق بغداد بالزحامات المرورية ادباتت شوارع العاصمة لا سيما خلال اوقات الدوام شبهة مشلولة بسبب تكدس السيارات الحركة المرورية واستياء المواطنين وايضا رأي الجهات المعنية نتابعها في هذا التقرير زخم مروري يتزايد يوما بعد اخر من دون حلول استياء شعبي واسع مع كل ساعة يقضيها المواطن في الزحامات اليومية ببغداد ارتفاع اعداد المركبات الهائلة والاعمال بالمشاريع الخدمية في عدد من التقاطعات زاد من مأساة المواطنين وضاعف حجمها اعداد الكثير للسيارات تسبب الازدحام والتأخير على الدوام الرسمي واضافة الى قدم الطرق وماكو خطط بديلة لتطوير الطرق فكل هاي مسببات تأخر المواطن عن وصول الى محل عمل الراجل ها وقفة جادة شمولية لمنع استيراد السيارات فدع عشر سنين مثلا ما يخالف هذا الاقتناق المروري سبب استيراد السيارات نجيب ونذب مديرية المرور من جهتها اكدت رفع توصيات الى الحكومة تشمل عودة العمل على تسقيط العجلات القديمة والسيطرة على دخول العجلات واخرى تتناسب وتقليل اعداد المركبات وبالتالي تقليل الزحامات وهذا قدمنا بها دراسة وفي عدة مناسبات واخذ دراسة هزدا عدها انه نحاول ان نوقف القرار 68 ونعمل القرار 215 اذا ما نرجع على ترقين المركبات تسجيل سيارة مقابلها ترقين المركبات ما ممكن نسيطر على هذا الكم الهائل من المركبات اليومية تسجل في مواقع التسجيل عدم تنظيم النقل العام وسهولة الحصول على المركبات غير الخاضعة لفحص شروط السلامة ولد تضخما في اعدادها وجعل بغداد من ضمن اكثر المدن زحاما في العالم اعداد المركبات التي تتجاوز الخمسة ملايين فاقت الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة بعدة اضعاف ودعوات لاجراءات حكومية تنهي هذه الازمة المتفاقمة زينب ستار قناة الرابعة بغداد اهلا بكم مجددا الى الشأن الفلسطيني تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة باغلبية ساحقة قرارا يدعو الى وقف اطلاق نار انساني وفوري في غزة صوتت الهيئة التي تضم جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة باغلبية 153 صوتا لصالح القرار اي اكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لاوكرانيا قال رئيس الاميركي جو بايدين ان اسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب الحرب على غزة واشار بايدين الان اسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي على غزة الذي اودى بحياة الاف المدنيين الفلسطينيين مؤكدا ان سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 25 مجزرة بقطع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية القيادي في حركة حماس اسامة حمدان اشار الى ان جيش الاحتلال فشل في تحقيق اي انجاز عسكري او سياسي ويحاول مواجهة خسائره في المعارك مع المقاومة بعرض صور مفبركة ووهمية مشيران الان المجازر التي ارتكبها خلال اليومين الماضيين ترتقي لجرائم الحرب اكدت وزارة الدفاع الاميركية بانها لن تتردد في اتخاذ اجراءات اذا تعرضت قواتها للتهديد في المنطقة الوزارة ذكرت ان استهداف اي سفن تجارية في المنطقة يعد انتهاكا للقانون الدولي والعمل جار مع المجتمع الدولي على معالجة ذلك باسرع وقت مضيفة ان هجمات القوات المسلحة اليمنية مشكلة تتطلب حلا دولية هذا وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قد اعلن امس استهداف سفينة نرويجية تحمل نفطا الى الاحتلال الاسرائيلي بصاروخ بحري سريع خلال مؤتمر صحفي قال ان القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد السفينة بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الاثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الاحرار من ابناء شعبنا اليمني العظيم وابناء امتنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا تابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة الى الكيان الاسرائيلي وقد تم استهدافها بصاروخ بحري مناسب ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط الا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية التراكم الكبير للمخلفات الصحية قرب خيام النازحين فضلا عن مياه الصرف الصحي نتيجة عدم الوقود في غزة زاد من مخاوف انتشار الاوبئة في القطاع بين النازحين مراسل الرابع محمد البلبيسي والتفاصيل في غزة تتكشف قصص المعنى من مكان الى اخر وكل يوم نكتشف قصة جديدة افضع من قبلها اليوم انا امام مستشفى او احدى المستشفيات في وسط قطاع غزة هذه المستشفى التي لم تستطيع اخراج القمامة او ارسال هذه القمامة الى اماكن اتلافها تم تجميع هذه القمامة في اماكن بجواب المستشفى مليئة بالامراض وايضا هناك تخوف لانتشار الاوبئة كما تشاهدون ايضا هذه القمامة موجودة امام بعض الخيام وايضا لا تتمكن البلديات بسبب مخص الوقود وقصف بعض المناطق التي يتم اصال اليها هذه القمامة وحركها لذلك اعتذرت بلديات هذه المناطق عن العمل وايضا فقدان والخطر الشديد الذي قد يشده موظفي البلديات بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل وازدياد الهجم الاسرائيلي على قطاع غزة واقع صعب وايضا مرير وتخوف لانتشار الاوبئة هذه الانفايات الان تخترب من خيام النازحين الفلسطينيين الذين يعانون الامرين مر النزوح واللجوء بالشوارع وايضا وصول الاوبئة والامراض لهم في هذه المستشفى فيعطيك العافية الله يعافيك يا طيب الله يخليك الله يجيب انت نزحت من مدينة غزة واقع صعب وجيت هذا المكان وخيمتك في الشارع ايش اللي بيش برك ان انت تقيم خيمة جنب نفايات وليش متكدث لهذه النفايات شو بتضرر ايش 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 الضرر اللي بيجي على اطفالك وعليك والله يا طيب اول حاجة هذا المرض هذا في عند دود بمرك من علي على الخيم انا عندي سبع اطفال انا طالع من تحت الردان من تحت الرادم اطلعنا قصفت الدور علينا وطلعنا ايجينا نقعدين فيش وسع يا عمم اضطرنا نقعد ها لازبالة قتلاتنا هدا مرض وباة دم وبصر ايش وقرف مش منطق يعني احنا مفيش مكان بديل هالمكان هادا يعني مفيش مكان الروح بلو مشكلة انتشار النفايات في قطاع غزة ليست المشكلة الوحيدة بل انتشار المياه العادمة وايضا انتشار الخطوط على اطر القصف الاسرائيلي في قطاع غزة نتحدث عن واقع اليم وصعب ليهدد حياة الاطفال والناس بانتشار الاوبئة والتخوف من انتشار كارثة بيئية بسبب هذه المياه العادمة التي خرجت من اماكن الصرف الصحي وايضا خطوط المياه المتواجدة في شوارع المخيمات والمدن في قطاع غزة بعد توقف العمل لضخ هذه المياه العادمة الى اماكن تصريفها بسبب توقف المولدات الكهربائية وايضا نتحدث عن معيقات تعمل لهؤلاء الذين يعملون في البلديات ومراكز الخدمات في قطاع غزة بسبب سمرار القصف هذا الواقع وهذه المشكلة البيئية قد تهدد بحياة الالاف من النازحين والناس خصوصا انتشار الاوبئة والامراض يأتي من مثل هذه اماكن في القطاع محمد البلبيسي خناط رابعة قطاع غزة ومن الشأن الفلسطيني الى الشأن المصري اظهرت المؤشرات الاولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية فوز السيسي بولاية جديدة بفارق كبير عن اقرب منافسه وعلنا عدد من اللجان العامة نتائج فرز الاصوات والتي اظهرت تقدم السيسي بفارق مريح عن اقرب منافسه حيث تراوحت نسبة الاصوات التي حصل عليها السيسي بين 85 و95 بالمئة اذا مشاهدين الكرام وصلنا اياكم الى ختام هذه النشرة ذات تذكير بابرز عنوانها مفوضية الانتخابات ترد طلبات حل حزب تقدم والامنية العليا يمنع سير عجلات الحمل والدراجات وتؤكد لا حظر للتجوال يوم الاقتراح جلسة انتخاب رئيس البرلمان تؤجل لاشعار اخر وتحفظات قانونية ترحل العفو العام الى الفصل التشرعي الجديد السوداني يؤكد لبلينكين القدرة على ملاحقة مهاجم البعثات والعامر يحث الحكومة العراقية على انهاء توجد قوات التحالف الدولي اتبعتم في النشرة ايضا لهذه الساعة اكثر من 150 دولة تصوت بالامم المتحدة لوقف العدوان على غزة وبايدن يحذر من فقدان اسرائيل الدعم الدولي اذا مشاهدين الكرام قدمنا اليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة